السؤال اللي بعد كده بيقول أنا متزوج من سنة 2015 ربنا يكتب لك الديمومة الحمد لله وعندي بنوتة وساكن في شقة إيجار نعم ومعي مبلغ من المال لا يكفي لشراء وحدة بسبب زيادة الأسعار المبالغ فيها وكل عام إيجار الوحدة بيزيد والأسعار في محافظتنا سواء إيجار أو شراء كبيرة جدا وفي ازدياد مستمر فقال من الممكن أن أخذ قرد شخصي لتكملة المبلغ وشراء الوحدة لا ده مش هيبقى يسمه قرد شخصي ولكن ده اسمه قرد لشراء سلعة فده جزء من تمويل السلعة فإذا أنت أخدت المال وضعت كل المال في سياء هذه الوحدة أو في إكمال مبلغ الوحدة فده تمويل لشراء الوحدة وده جائز وليس فيه حرمة وليس فيه شيء ممنوع يبقى إذا أخدت الفلوس من هنا حطتها في شراء الوحدة ده جائز من قبيل التمويل احنا قلنا التمويل هيكون فيه ثلاث حاجات هيكون فيه السلع وهيكون فيه الخدمات وهيكون فيه المشروعات الثلاث حاجات دول فلذلك اللي أنت بتقوله ده يجوز أننا أخد المبلغ من المال وأضعه كله فيه وأضعه كله فيه السلعة ويكون ده جائز وليس من قبيل الحرام ولكن هيكون من قبيل التمويل